مسلسلنا بيبدأ في السنة العشرين من عصر الملك سوك وبيكون في حوالي خوانة ومتأمرين كتير لكن بيكون العالم بو مخلص لي جدا وبيكون كشف مخطط للخيانة وبيقدر يحمي الملكة قبل ما ينفزه عملية الاختيال وبيعترف للملكة انه اكتشف ان الوزير مين هو اللي خطط لكل ده بنفسه وكمان معايا امر مكتوب منه يثبت كلامه وبيقولها انه بيشوي صورتها قدام الملك علشان يخلعوها لكن بو بيطمن الملكة انه هيساعدها في كل ده وبيروح بعد كده البيت الجواري وبتكون في جاريا هناك كانت بتشتغل عنده زمان واسمها نوري وبيقتمنها على الرسالة اللي بخط ايد مين وفيها المخطط لموت الملكة وبنعرف ان هي مجهزة له تعويزة مكتوبة على ورق اصفر كده علشان تحميه فبياخدها بو منها علشان يعني ما يزعلهاش وبيروح بعد كده للأصر بسرعة علشان يبلغ الملك ولكن هناك بيقابله رئيس الخدم وبيطلب منه يستنى في المكتبة وهو هيحاول يصحيله الملك وبالفعل بيروح به لكن بيتفاجئ بحد عايز يخلص عليه ولان مش مع السف بتاعه مش بيقدر يواجهه وبيكون القاتل ده هيخلص عليه فعلا وبعد 318 سنة في مدينة سول بنشوف بنت اسمها تشوي بتحاول توصل في معادها علشان تشترك في تجاره بأداء لاختيار ممثلة لدور الملكة هيون وبتقف في مكان ما فيوش حد علشان تغير لبسها لكن بتتفاجئ بحد بيفتح الستاير وبيقصودي دايقها وبيضحك كمان وبنعرف ان ده اسمه هان وانهم كانوا مرتبطين زمان قبل ما يبقى ممثل مشهور وقبل ما تبدأ الاختبار بتتفاجئ تشوي ان هان هيحضر كمان فبتتوتر وبتتعصب قوي وبتتصل بيها صاحبتها جو ولما تشوي بتحكي لها انها ما كانتش قادرة تركز في الاختبار بسبب وجود هان بتطلب منها جو ترجع للبيت وما تدقيش نفسها اما هان بقى فبيتصل بتشوي فبتتعصب عليه وبتقفل المكالمة ووقتها بيقع الموبايل من ايدها في فتحة الصرف وبتكون في مكالمة من المخرج وهو بيقول لها انهم قبلوها علشان تقدي دور الملكة هيون فبتفرحت شوي جدا وبنرجع بقى تاني للمكتبة اللي فيها بوه وقبل ما المجرم ما يخلص عليه بيختفي فجأة فبيكونوا هيتجننوا وبنشوف بوه نايم في المكتبة ولكنها بتكون فاضية تماما ولما بيخرج بيتفاجئ لما بيشوف معدات التصوير والممثلين وبيكون مش فاهم حاجة طبعا وبنعرف كده انه تنقل بالزمن وبتقابلوا تشوي وقتها وبتعرف نفسها لي انها الملكة هيون فبيكون بومتنح وهي بتتكلم معاه وبيسألها اصلا لو كان عايش ولا ميت فبتفتكروا مش فوعيه من كتر الشرب وبيرجع بعدها للمكتبة وبيفتكر التعويزة اللي معاه وبيقرأ الكلام المكتوب عليها وبيكون ان الوقت هيروح وييجي لحماية الشخص وهيبقى في موت بعد الحياة وحياة بعد الموت فبيفهم بوه ان كان في مؤامرة لقتله وبيقدر يخرج من القصر وبياخد السف بتاعه وفي بيت تشوي بتكون هي وجوه فرحانين جدا وبيحتفلوا بالخبر ده لغاية ما هان بيروح لهم وبيطلب يقابل تشوي لانهم لازم يكونوا متفقين قبل التصوير فبتتار تشوي تخرج تتكلم معاه ولكن هان بيكون عايز يرتبطوا ببعض مرة تانية فبتقوله تشوي انها استغربت لما اتصل بيها لانه شخص قطع علاقته بيها من سنتين اصلا فبيقولها انه كان بيختبر رد فعلها علشان الدور اللي هتمثله وبيقرب منها اكتر وقتها فبتتدهي تشوي اما هان فبيفرح انه كده ممكن يرجع لها مرة تانية ولكنه ما يعرفش ان شاغل تفكيرها دلوقتي الشاب اللي شفيته وفي عصر جوسون بنشوف الوزير مين وهو بيخطط مع مساعدينه لمصالحهم الشخصية وبيكونوا مستغربين جدا من اللي حصل مع بوه اما بوه في الوقت ده فبيكون محتار بسبب التعويزة وبيحاول يفهم ازاي تنقل من زمنه لزمن تاني فبيروح للراهب وبيحكيله انه شاف بنت جميلة زي الجنية وبيعرف من الراهب ان التعويزة كانت بدافع حبه واخلاص نوري علشان تحميه وبنشوف بعد كده مين رايح لنوري دي وبيطلب منها تعزف له مزيكة ولكن بعد كده بيسألها عن مكان بوه ولما بتنكر بيطلب من رجالته يقبضوا عليها وبيفتكر مين انه كان السبب في العفو عن حياة بوه وقت ما كشفه عن خيانة بابا وبتروح بنت بعدها من الخدم للمعبد وبتبلغ بوه الرهب انهم قبضوا على نوري علشان يوصلوا لبوه وفي سول بقى فاول يوم تصوير بتكونت شوي مش عايزة تقرب من هان ولكنه بيستغل الفرصة وبيدايقها اكتر وبتكون في ممثلة كمان غيرانة من دور تشوي وبتستفزها وبتقولها ان هي مش هتنجح ولا هتكمل وبيجهزوا بعدها علشان اللقاء التلفزيوني اللي هيقدموا فيه الممثلين للناس فبتتوطر تشوي لما بتعرف ان المخرج اخترها بعض توصية من هان مش علشان يعني نجحت في الاختبار بمجهودها فبتستأذن تشوي من جو علشان تتمشى شوية قبل بداية اللقاء ده وفجأة بيزهر بو بالحصان فبتخافت شوي وخصوصا لما بيكون في شخص بيتارد بو ولكن بو بيخلص عليه وفي ثواني بيتحول لرماد فطبعا بتفقد وعيها فبينقولها للمستشفى وبتكون هي الوحيدة اللي شافت اللي حصل ولما بتحاول تحكي لجو طبعا مش بتصدقها وبتكتشف انها مش لقي الموبايل بتاعها ولكن بتلاقي ورقة صفرة في شنطتها وبتكون دي تعويزة بتاعت بو فبتفضل تتصل بالموبايل بتاعها وبنعرف ان هو مع بو حاليا وبيفضل بو يبصله باستغراب وبيكون مش عارف ده ايه اصلا وفي جوسون بقى بنشوف مين وهو بيستجوب نوري وبيتهمها ان في علاقة بينها وبين بو ولكنها بتقوله انه بس بيهتم بيها بعد معاليتها كلها ماتت وبنرجع بقى البو اللي بيحاول يستوعب اللي بيحصله ده وبيكون عايز يتقلم علشان محدش يكشفه قبل ما يوصل لتشوي ويرجع منها تعويزة وفي الوقت ده بتكون تشوي قدرت تحدد مكان الموبايل بتاعها وبتوصل لمكان التصوير ولكنها بتتفاجئ لما بتشوف بو لابس لبس عادي مش تقليدي فبتفضل تشوي تسأله لو كان من فريق الخدع البصرية واللي عمل قصادها ده كان خدع يعني وبتكون تشوي مش عايز حد من فريق التصوير يشوفها فبتركب العربية بسرعة ولكن بو بيفضل واقف ومش فاهم يعمل ايه ولا يفتح الباب ازاي حتى وكمان بيخلي تشوي تربط له الحزام وبيعرف انها في المستشفى بيقرروا انهم يروحوا لهناك علشان ياخدها وبتكون جونج وقتها منشور اخبار عنها انها كانت السبب اصلا في دخول تشوي للمستشفى بعد ما كانت بتعنفها وبتعملها وحش وفي القصنصير بيقول بو الحقيقة لتشوي وانه عايش في مكان تاني من 300 سنة وانه من احفاد ملك جوسون فبتبقى تشوي مش عارفة تستوعب اللي حصل ده بس فجأة بتدخل جونج وبتضرب تشوي بس بيقدر بو يدفع عنها ويبعده معن بعض وكمان بيخرج جونج برا وبيكون مش عارف يفل الباب وبيبقى مسك التعويزة في ايده وبيقول لها بما انه لقى اللي هو عايزه يبقى هو هيدخل يغير هدومه وهيختفي من تاني وفعلا بيدخل الحمام وبيختفي فعلا فبتحاول بعدها تشوي تلاقيه ولكن من غير فايدة وفي عصر جوسون بنعرف ان مين بيحاول يعمل مشكلة بين الملك وبو وكمان بيبعد نوري عنهم بس الخادم بتاع بو بيلاقيها وبيروح لبو ويقوله انه معاك كارت مهم جدا هيلعب بيه وبيبقى بو عايز يسافر بالزمن تاني علشان يقابل تشوي وبيطلب من الخادم بتاعه ويدربه بالسهم بس طبعا الخادم بيرفض فبيترجى بو يغير قراره لكن بو بيصمم وبيضرب الخادم السهم نحيته وبيفضل يعيط عليه وبيكون مش مستوعب لما مش بيلاقي بو قصاده وبيكون بو وقتها اتنقل فعلا لانه بيتنقل لما حياته بتتعرض للخطر وراح المستشفى وقتها لتشوي وبيكون هان وصل في نفس الوقت وبيشوف كده ضل حد من تحت باب الحمام وبحركة سريعة بيواجه الشخص ده وبيقدر يحبسه ويقفل عليه وبيبلغ الامن وبيكتشف بو وقتها من التعويزة وقعت منه في مكان بعيد عن ايده وكده مش هيقدر يرجع لزمنه مرة تانية ولما بترجع تشوي لقودتها بيقولها هان وهو فخور جدا بنفسه انه انقذها من الشخص اللي بيتاردها فبتحول تشوي تدخل لوحدها تتكلم مع بوه فبيطلب منها تديله التعويزة وبيتفقوا انهم يتقابلوا في مكان يقدر يعرف منه كل اللي حصل في الماضي وبيقدر بوه يرجع للعالم بتاعه فبيفرح الخدم جدا لما بيشوفه وبعدها بيتحرك بوه في الاتجاه اللي تشوي وصفته له علشان يقابلها في الجنينة وبتقدر تشوي تخرج من المستشفى من غير محد يشوفها وبتقف تستناه وبتكلمها وقتها جو وبتقول لها ان المطارد اختفى فجأة فبتعمل نفسها متفجأة وبتستنى شوية كده لغاية ما بتلاقي بوه وصل وبيقدر يفتح العربية لوحده وبيقول لها انه على فكرة بيتعلم بسرعة لكن في حاجات بيكون مش فاهمها حتى في هزارة تشوي وبيروحوا بعد كده للمكتبة سوا وهناك بيفرح بوه لانه افتكر انه ممكن يغير في الاحداث اللي هتحصل ويمنع اللي فيه ازل للناس اللي بيحبهم وبيحضن بعدها تشوي وهو فرحان قوي فبتبدأ تشوي تتوتر فوجوده جدا وبيتجمع بعدها المعجبين حوالين تشوي لكن بوه بيبعدها عنهم فبتتجرق تشوي وقتها وبتقرب من بوه وبتوصل جوه في الوقت ده وبتتوتر تشوي وبتبقى مش عايزها تتعرف على بوه ولكن بوه بيروح يعرف نفسه وبتفضل جوه تسأله اسئلة كتير لانها بتبقى خايفة على صحبتها وبيوصلوا بعدها للجنينة من تاني وبيسيبوه هناك وبتقول وقتها تشوي لجوه انه مجرد حد بيساعدها انها تتعلم التاريخ ولما بترجع تشوي بيتها بتفضل كتير تفكر في بوه وبتفتكر انه اكيد في كاميرات مرأبة وزورتها وهي قريبة منه في الأسانسير فبتعترف لجوه وبيضطروا انهم يرجعوا للمكتبة علشان يحاولوا يتصرفوا ويمسحوا تسجيرات الكاميرات وهناك بتحاول جوه تقلف قصة وهمية علشان المسؤول عن الكاميرات يوافق يمسح الفيديو لكنه بيقولهم ان الكاميرا كانت عطلانة في الوقت ده اصلا وبتلاحظ تشوي بوه في الكاميرات فبتتحرك بهدوء وبتروح له وبتبعده عن اماكن الكاميرات وبتفهمه وظيفتها كمان وبتعرف منه انه بيتابع تغيير اللي بيحصل في الماضي من المكتبة هنا بس لما بو بيقولها انه حاسس ان في حاجة بتجمعهم اكتر من الصدفة دي بتتوتر تشوي ولكن بو بيكون شكله اتعلق بيها وبتمشي بعدها تشوي معجو وبيقدر بوه يعرف انه في الماضي تهموه بالخيانة وكمان تنفى وفي المنفى تعب فجأة ومات فبيتطر بوه يرجع لزمنه علشان يحاول يتصرف وبتكون تشوي في الوقت ده مع كاتبة تاريخية اصلا فبتسألها عن قصة حياته فبتقولها انه مات في المنفى بعد ما كان تعبان تعب جمد قوي وبتقولها على التاريخ كمان فبتتوتر تشوي وبتقدر تحسب الفرق في الوقت وبيكون اليوم ده هو بكرة اللي هيموت فيه وبيكون بوه في المنفى فعلا ولما الخادمة بتحضره لأكل بيبقى عارف ان الرز مسموم وبنعرف ان مين هو السبب في كل اللي بيحصل ده لان بوه كشف مخططاته للخيانة وتاني يوم لما الخادمة بتروح تطمن ان بوه مات بقى بسبب السم بتلاقيه عايش فبتتوتر جدا وبتخرج تبلغ الحراس اللي بيقولوا انهم لازم يخلصوا عليه بنفسهم وبيفتكر بوه وقتها كلامه مع الراهب انها يحصل تغييرات كتير لو حاول يدخل في القدر وبالليل بيهجموه بالسهام فبيتجرح بوه وبتكون تشوي وقتها في المطعم مع جو وبتفضل تعيط ولما جو بتسألها بتقول لها انها حزينة على موت شخص من 300 سنة وبتفضل بقى تعيط عليه فبتكون جو مش فهم حاجة خالص لغاية ما بوه بيتصل بتشوي وبيقول لها انه مستنيها في الجنينة اللي بيتقابله فيها كل مرة وبنعرف انه قدر يهرب منهم ويتنقل بالزمن تاني وبقى يحاول يتعامل مع الناس كأنه من نفس زمنهم فبيقول لها وقتها انه في جزيرة فبتروح تشوي لواحد صاحبها شبه بوه شوية وبتستلف منه البطاقة الشخصية بتاعته وبتسافر علشان تخليه يركب الطيارة ويرجع معاها بالبطاقة دي وطبعا بتبقى معها جو وهناك بيقابله فعلا فبتفرح تشوي جدا انه لسه عايش أصلا وبيروحوا بعدها يحجزوا تذاكر طيران لرجوع من تاني وبتبقت شوي مصممة نبوي يكون معاهم على نفس الطيارة لانها خايفة عليه بسبب ان ديها تكون أول مرة لي وبيروحوا بعد كده يشربوا عصير وبتفضل جو تسأله طبعا أسئلة كتير وبتعرف منه انه طالب بيدرس في جامعة كبيرة جدا وانه أهله ميتين وعايش في بيت كبير لوحده وعنده فلوس كتير بيصرف على نفسه منها فبتعجب بيه قوي وبيستغربوا انه كل التفاصيل اللي قالها عن حياته القديمة موجودة في الحاضر حتى الجامعة وفي عصر جوسون بيوصل خبر اختفاء بو ونوري المين فبيخاف لانه عارف ان بو هيخطط لحاجة أكيد وبنرجع تاني لتشوي وهي في الطيارة وبيكون بو بعيدة عنها شوية فبيفضلوا يبصوا البعض من بعيد وبالصدفة بيكون هان والممثلين والمساعدين على نفس الطيارة ولما هان بيشوف تشوي بيشوف برضو بو وبيعرف انه الشخص اللي بيطردها وبيقوم يعمل قلق طبعا وبيستدعي الأمن علشان يقبضوا عليه وبيفضل يقول لتشوي انه مش عايزها تخاف أبدا وبيطمنها وانهم عادي يعني هيقبضوا عليه وقبل ما يبعدوا عنها بتقولهم انه اصلا مش بيطردها ولا نيلة وانه حبيبها اساسا فبيتصدم هان من كلامها وبيرجع للكرسي بتاعه وهو محرج قوي وبتقعد بقى تشوي جنب بو وهي مبسوطة فبيقول لها بو انه ما كانش لازم تورط نفسها وانه كان قادر يختفي يعني ولكن تشوي بتبقى مبسوطة انها اعلنت اصلا ارتبطها بيه ولما بينزلوا من الطيارة بيكون مساعدهان عايزهم يتصالحوا علشان ما يحصلش مشاكل اكبر مع الاعلام بس تشوي بتبعد بو عن المطار بسرعة ولما بترجع بيتها بيتصل هان بيها فبتقوله انها ما قدرتش تقول في المستشفى انه حبيبها بسبب الممرضات وبتتبسط قوي لكن تشوي بتفرح قوي لانها اول صورة ليهم مع بعض اما بو بقى فبيرجع وبيروح يقابل الملكة وبيعرفها ان فيه مؤامرة ضدها وبيطلب من الخدم انهم يحرصوها كويس جدا وبيروح بعد كده للاصر الشمالي اللي فيه مين وبيكون مستخبي فبيهجموا بالسيف وبيكبروا يكتب نفس الامر انهم عايزين يخلعوا الملكة وده كان نفس الامر اللي كتبوا المرة اللي فاتت وخبا مع نوري وبيكبروا ويبعث الرسالة للمساعد بتاعه اللي اسمه جوسو علشان ينفذوا الامر وبيخليه يكتب رسالة تانية بنفس الكلام وبيبقى عايز يبعثها للملك ولكن مين بيحذروا من اللي بيعملوا فبيقولوا بونه مش ناسي ان هو اللي كان السبف اللي حصل لعيلته من خمس سنين وبيهجم بعدها رجالته واصر الملكة بس بيكون الملك عارف طبعا وبيقدر ينقذها وبيبعث الحرص علشان يقبضوا على مين فبيقول لهم مين وقتها ان المجرم الهربان بو مستخبي هنا ولكنهم مش بيلقوه فبيتجنن مين من اللي بيحصل ده لان ما فيش مكان ممكن يخرج منه وبيروح بوه بعد كده يقابل نوري اللي بتكون عايشة في المعبد وبيتطمن عليها وبيقول لها ان في مكان مهم لازم يروح له دلوقتي وفسول بيقعد المخرج مع تشوي وبيقول لها انها لازم تجيب حبيبها علشان يحلوا المشكلة اللي حصلت مع هان فبتتوطر تشوي فبتكون تشوي مش عارفة ترد ولكن جو بتسيب رسالة لتشوي ان هي تستنيها في المطعم ولما بتوصل بتلاقي هان قاعد مستنيها وكمان المساعد بتاعه وجو بيصوروه من الناحية التانية وبيكونوا مستنيين بو ولكن تشوي بتقول انه مش هيقدر ييجي وبتعتذر لهم لكن فجأة بو بيوصل وبنعرف انه اتصل بموبايل تشوي وجو طلبت منه الخدمة دي وبيقول لتشوي انه بيساعدها وانه هيكون حبيبها قصادهم فبيتصلحوا الموضوع بيخلص وبيكون هان لسه برضو مش طيق تشوي وعايز دورها ينتهي في المسلسل وبتفضل تشوي تتابع التغيير اللي بيحصل في الماضي علشان تعرف اخبار بو وبيكون بو في الوقت دمع جو وبيسألها عن اكتر حاجة تشوي محتاجاها وهي تخليها فرحانة وبتعرف جو وقتها ان معاه فلوس كتير قوي وبتروح بعد كده لتشوي وقت التصوير وبتطلب منها تخرج تقابل بو اللي بيكون حفز خلاص الخطوات لسواقية العربية وبيقف قبل ما يخبط تشوي على طول فبتكون مستغربة انه كمان اتعلم السواقة فبيقولها انه اصلا جايبها لها هدية فبتتحرج تشوي وبترفض تخدها وبتسأله عن فلوسها وبتعرف ان بو باعي السيف بتاع بابا وبيقولها انه مش هيقدر ياخد العربية معاه علشان كده عايزها هي تخدها فبتفرح تشوي وبتفضل تتحرك بالعربية حوالين بو وبعد كده بتقف وبتطلب منه ويقولها انه كان بيجدب عليها وانه مش من زمن تاني لانها مش هتستحمل يختفي خالص فبيوافقها بو على كلامها وبيقولها انه هيغيب عنها لمدة شهر ودي المدة اللي هيحل فيها كل حاجته وهيقدر يرجع مرة تانية وبيتفقوا فعلا على المكان اللي هيتقابله فيه ولما بيرجع بو بيتفاجئ بسوجه وهو بيهاجمه وبيتصاب بسهم لان ورقة التعويزة بتكونت قطعت خلاص فبيفوق بو وبيعرف انه تصاب وبيبقى مستغرب اللي بيحصل ده ومش فاكر اخر شهرين في حياته وسوجه هو اللي بيلاقي التعويزة وبياخدها وبيكون مش فاهم اصلا هي عبارة عن ايه وفي الوقت ده بيتكون بو في عربيتها ولكنها بتعمل حدثة فبتتنين للمستشفى وهناك بتشوف حاجات غريبة وبيبقى رقم هان متسجل عندها حبيبي وبيقولها هان انهم مرتبطين وبيكون مفيش حد فيهم عارف بو ولا فكره اصلا غيرها حتى جو بتكون مش عارفة اي حاجة عن الاسم ده فبتفقد تشوي اعصابها وبتطرد هان لانها مش مستوعبة اللي بيقوله ده وبتقوله انها بتحب واحد تاني واسمه بو فهاني يعني بيكون فاكر ان ده تأثير الحادثة يعني بس الغريب ان تشوي بتكون فاكرة انها ارتبطت فعلا بهان وكل الزكريات في دماغها فبتفضل تعيط وبتقفل على نفسها فبتحاول جوتها تديها وتفهم اللي بيحصل لها وبتكون كل حاجة تخص بو اختفت الا في ذاكرة تشوي فبتحاول بقى تتأقلم على الوضع ده بس طبعا بيكون صعب عليها قوي وفي جوسن بقى بيعرف مين ان بو ظهر مرة تانية بعد اختفاءه من الجزيرة اللي مدة الوصول لها اسبوعين ولكنه ظهر بس بعد ثلاث ايام فبيتأكد مين كده ان بو بيستخدم السحر اما تشوي فبتروح لدكتورة نفسية وبتقول لها انها حاسة ان كل اللي عاشته ده كان حقيقي وبجد لكن اللي ملغبتها ان في دماغها برضو ذكريات عن ارتباطها بهان فالدكتورة بتقول لها انه مجرد حلم وهي صدقته ولكن لما تشوي بتقول لها انه كان في معاب بينها وبين بو بتطلب الدكتورة منها تروح علشان تتأكد انه كان مجرد حلم وعند بو بنعرف انه مش فاكر اللي حصل معاه اخر فترة وكل ذكرياته اتمسحت برضو حتى بيسأل عن سيف بابا فبيقول له الخادم ان السيف اختفى ورجع تاني بعد كم يوم وانه خباه في مكان بعيد اما تشوي فبتروح فعلا وبتفضل مستنية في المكان وبنشوف به وهو بيتكلم مع نوري وبيقول لها انها تستحق حياة احسن من كده وبيقول لها انه هيتجوزها لكن نوري بتقول له انه مش لازم يضحي بساعته علشانها وبتفهم انه مقابلش البنت اللي لسه كان بيتكلم عنها وبيكون اصلا مش فاكر ولكنه بيرضد الكلام اللي تشوي كانت بتقوله وبيكون برضو مش فاهم معنا الكلام اللي بيقوله ده ولا مين هي الملكة هيون اما تشوي فبتفضل برضو مستنية لغاية مهان بيروح لها وبنعرف ان الملك اختار بنت الوزير الثالث عروسها لبو علشان يكفقه بس بو بيكون متردد ومش عايز يوافق وبيخرج يتكلم مع الملكة وبيتفق ان الملك ما يعرفش انه زرها في بيتها بالليل علشان يحذرها بدل يعني ما يشك فيهم وبيبدأ ابو بعدها يفتكر تفاصيل صغيرة عن لبس شبه لبس الملكة وبيكون مش قادر يفهم برضو مين اللي ممكن تلبس لبس الملكة بدون مشاكل وفي بيتة شوي بيروح لها هان وبيبقى جايب لها اكل وبيحاول يقرب منها بس على طول بتمنعه وبتروح تقول جون انها عايزة تنفصل عنه لانها مش مرتاحة في علاقتها بي فبتحاول جود فاهمها ان اعصابها متوترة بسبب الحدثة وما ينفعش تاخد قرار متسرع زي ده اما نوري فبتروح تتكلم مع ابو وبتقول انها حسن التعويزة كانت السبب في انه يبعد عنهم ولكن ابو بيروح للراهب وبيسأله لو كانت كلم معا عن التعويزة فبيحكي له الراهب كل اللي يعرفه وان التعويزة بتنقله بالزمن وان فيه هناك بنت هو بيحبها ولكن ابو بيطلب منه يسكت فجأة لانه سمع حد بيتنصت عليهم وبيهاجمهم فعلا بس واحد بيقدر يهرب وبيروح لسوجه وبيقوله اللي سمعه وبيقدر ابو بعد كده يوصل لهم ومن خلال كلامهم بيفتكر ذكريات اكتر وبيقدر ياخد التعويزة وقبل ما يضربوه بيتنقل بالزمن وبيبدأ يفتكر كل حاجة فبيحاول يتصل بتشوي ولكن جو هي اللي بترد ولما بتسمع اسم بو بتتوتر وبتقوله ان تشوي مش فاضية لان هي هتحضر مهرجان وبتخبي على تشوي الكلام ده وبتقولها ان بس كان رقم غلط اما تشوي فبتروح مع جول المهرجان وهناك بتتصدم لما بتشوف بو واقف من بعيد فبتروح جوت قابل بو بتتعامل معاي على انه معجب من معجبين تشوي ولكنه بيقولها انه اصلا عارفها وانهم كانوا صحاب وبتبدأ تسأله يعني نفس الاسئلة وبيجاوب نفس الاجابات وبيضحك من استزاجة بتاعتها دي وبيفهم بعدها ان فجوة الزمن اللي حصلت لما التعويزة قطعت كانت السبب في انهم يفقدوا ذكريات الفترة دي وبيتصدم لما بيعرف ان تشوي حاليا مرتبطة بهان فبتسيب وجوب تمشي بعد ما بتطلب منه يفضل بعيد عن تشوي وبتحس بقى تشوي ان ابوه هو اللي كان بيتصل فبتواجه جوه وبتعرف منها انها قابلته في مطعم فعلا فبتجري تشوي على هناك بس مش بتلاقيه فبتروح بسرعة للجنينة وبعد شوية وقت بتتصل جو بيها وبتقول لها انها راجع للمهرجان فبنشوف ابتسامة لذيذة كده على وشها وبنعرف انها قابلت ابوه هناك وانه خلاص كان هيرجع لزمنه ولكنه شافها ويرجع لها واول ما شافته حضانته واتفقوا يتقابلوا من جديد وخرجت بعد كده من الحفلة بهدوء وراحت بيتها تغير هدومها ولكنها بتتفاجئ ان ابوه قاعد في البيت فبتتخضه وتطلب منه يخرج بسرعة بس بعد ما بتاخد منه التعويزة علشان ما يختفيش تاني ولكنه بيدخل تاني علشان يقول لها انهان وصاد الباب فبتطلب منه يستخبه فوق بسرعة وبيدخل هان وقتها وكل ما يحاول يقارب من تشوي بنشوف بوه وهو بيرشه بالمية فبتقوله تشوي ان سقف البيت بس فيه تسريب ولازم بقى ينشف هدومه وبترجع بعدها البوه اللي بيطلب منها التعويزة علشان يرجع لزمنه وبيعرف منها انها كانت بتتابع اخباره من كتب التاريخ ولما بيخرج هان بتقوله تشوي انها عايزة تنفصل عنه فبيضربها وبيقول لها انها مجنونة لانها عايزة تسيبه بسبب شخصية في خيالها ولكن بوه وقتها بيظهر وبيقوله انه حقيقي وبيطلب منه يبعد عنها بقى وبيفضلوا طبعا يضربوا في بعض بس بيقدر بوه يحبسه في الحمام زي ما عمل معاه قبل كده بالزبط وبيخرج من البيت هوا وتشوي وبيروح وقتها المكان تاني بتقدر تشوي تأجره علشان بو ينفيه وبتقوله ان هي هتروح لبيتها ولكن بوه بيبقى مش عايز يسيبها وبيعود يقول لها ان اخدت التعويزة منه وكمان هتسيبه في مكان غريب لوحده فبيطلب منها تفضل معاه ولما بتسحط شوي من النوم مش بتلاقي بوه فبتقلق عليه وبتتدايق لغاية ما بتسمع صوته وبتعرف انه بس كان بيتضرب على سوقات العجلة بتاعت صاحب البيت وبيروح بعدها لسوبر ماركت يشتري لها فطار وبيرجع لها وبيكون مبسوط قوي بالوقت اللي عاشوا سوا ده وبتتكلم بعدها تشوي مع بوه وبتقوله انها مستغربة لانه بيتعلم كل حاجة بسرعة وان حد غيره ما كانش هيعرف يتأقلم على الوضع الجديد ده وبعد كده بتقوله انها مش عايزة يسيبها اصلا ويمشي مرة تانية وبتقوله ان هي هتحرق التعويزة فبيتخضبوه لانه مش هيقدر يرجع لها مرة تانية لو ده حصل اصلا وبعدها بتتسل جو بيها وبتقول لها انها نتنقل للمستشفى وكمان رافض يشتغل معاها فبتروح له علشان تعتذر له ولكنه بيغرقها بالمية وبينتقم من اللي تعمل فيه وبيوصل المخرج في الوقت ده وبيشوف شكل تشوي فبتحاول توصل لبو ولكنها مش بتقدر فبتكون خايفة انه بيرجع للزمن بتاعه علشان يخونها هناك ولكنها بتقول انه اكيد مش هيعمل كده وبنشوف بعد كده نوري وهي بتتكلم مع الراهب وعرفت منه ان بو عايز يعيش في العالم الجديد وما يرجعش للزمن ده مرة تانية وفي الوقت ده بيكون بو بيتصل بتشوي اللي اصلا بتكون وقفة وراه وبيطلب منها تشتري له بيت قريب من بيتها وكمان موبايل ولبس جديد لانه مش عايز يسرق لبس حد تاني فبتفرحت شوي بكلامه لانها فهمت انه كده مش عايز يرجع تاني للزمن القديم وبيكون مين بيكمل مخططاته الشريرة طبعا حتى وهو في السجن وبيكون سوجه هو اللي بيساعده ولما بيرجع ابوه بتقول له نوري انها هدت له التعويزة علشان تحميه مش علشان يتخلى عن كل حاجة بسبب واحدة ست وانه كده استخدم التعويزة لمصلحة شخصية ودي انانية منه وان الراهب حذرها لان التعويزة وقتها هتجيب الحظ الوحش وبس وبتفتكر نوري كلامها مع الراهب من قبل ما يكتب لها التعويزة وتحذيره ليها فعلا وبنعرف ان فيه شخص كان بيهرب من بيت مامة الملكة في الوقت اللي الملكة كانت بتزورها فيه وانه هرب وما قدروش يمسكوه وبعد كده بيستدعبوه للشارع علشان يتعرف على المجرم الهربان من الصورة المرسومة في الشارع لانه شاف المجرم اللي هاجم الملكة قبل كده وبيكون دفخة اصلا لبوه علشان يهجموه ويختفي قصاد كل الناس ويشويه صورته ويقوله انه كان بيستخدم السحر وفعلا كل ده بيحصل ولكن للأسف بيتصاب بسهمين قبل ما يتنقل بالزمن فبيكون تعبان قوي وبيروح يلاقي تشوي محضروله لبسه والموبايل الجديد في المكان اللي بيخبي فيه حكته كلها فبيركب تاكسي علشان يروح للمكتبة ولكنه بيفقد الوعي فبينقلوا للمستشفى ولما بتعرف تشويه بتروح له بسرعة وبتكون خايفة عليه قوي وفي عصر جوسون بيستغرب الملك والوزراء وكل اللي بيسمع انه بوه اختفى في الهوى فجأة وبيكون مين مبسوط جدا بده لان الأحداث كده هتتغير لصالحه وبتعرف تشويه انه فيه مشاهد كتير عاده كتابتها في المسلسل فبتستغرب جدا وبتروح تتخنق معهان اللي بيكون برضو مش فاهم حاجة بس بترجع تستوعب انه فيه تغيير اصلا حصل في الماضي فبتدور على النت وبتعرف كل حاجة وفي الوقت ده بيكون بوه بتده يفوق وبتكونت شوي جنبه برضو وبتقوله انها رجعت كتب التاريخ زي مطالب منها ولكن مفيش اي حاجة غير انه تضرب عليه سهمين واختفى في الهوى وبيدوره عليه بس فبيكرر بوه يهرب من هنا ويروح للمكتبة وبيعرف انهم اتهمونه على علاقة غير شرعية بالملكة وان الملك امر بموتها هي بوه وكل عيلته فبيزعل بوه قوي ومش بيبقى قادر يتغاضى عن كل اللي بيحصل ده فبتتصل لتشوي بي وهي بتعيط لما بتعرف انه عايز يرجع ولكنها بتقوله انهم هيموتوه وان هي مش هتقدر تعيش من غيره بس بيرجع برضو بوه فبتبقى نوري مستغربة لانه تصاب بسهمين وانه صحته عادي كويسة ولكن بوه بيقول لها ان الزمن التاني في تطور عنهم وبيروح للقصر الملكي بنفسه وهناك بيقول للملك انه بعد ما تصاب في مجرمين خطفوه وما قدرش يهرب منهم غير دلوقتي فبيسألوا الملك عن تعويزة الصفر بالزمن فبيعترف بوه ان معاه تعويزة فعلا ولكنها علشان تحميه بس وبيقوله انه كل ده جزء من مخطط الخوانة اللي بقيادة مين فبيحكم الملك عليه انه يتضرب بالسهم لو اختفى يبقى كلام الناس كان صح ومش هيقدر يرجع مرة تانية لكن لو تصاب ومات يبقى هو ده العدل بعد ما صورة الملكة تشوهت لان ما عندوش نية يسمحه ابدا وبيسيبه فعلا للتعويزة معاه وبيكون مين متكتف على الكرسي لجنبه وبيقوله بوه ان ده الكارت اللي هيلعب بيه وبيعود يقوله انه هيبقى غابي لو كان فاكر انه جاي بالتعويزة الاصلية وبنعرف ان ابو بدلها بورقة شباهة ولما بيدربه السهم على ابوه بيتصاب اصابة خطيرة فبيطلب الملك على طول من الدكاترا ينقذوه بس بيفهم ان مين هو اللي بيدبر كل ده وبيوعده انه هيموته بابشع طريقة وفي الوقت ده بتكون تشوي حاسة بواجع فقلبها فبتفضل تعيط وبتطلب من جوه تقرى لها اخبار قديمة من عصر جوسون وبتعرف انهم اعلنوا عن وفاة بوه بعد ما برق الملكة من الاتهامات فبتتوتر جوه جنبها وبيعملوا حدثة بالعربية وبيتنقلوا للمستشفى وبتفضل تشوي تعيط بشكل هستيري ومش بتبطل عياط ابدا بالايام اما هان لما بيروح يزورها في المستشفى وبيشوفها كده بتعيط حتى وهي نايمة بتصعب عليه قوي وبيتأثر علشانها وجوه لما بتسمع الممردات وهم بيتكلموا عن مريد اختفى في العناية المركزة وكان شبه المريد اللي هرب قبل كده بتروح تقول تشوي اللي بتفرح جدا لانها بتتأكد كده ان بوليس عايش وفي عصر جوسون بنعرف ان الملك نفس حكم الاعدان في مين وكل اللي كانوا بيساعدوه وبنعرف انه اتفق مع ابوه انه هيختفي ومش هيظهر في العالم ده مرة تانية بعد ما كشف كل الحقيقة وبنعرف ان اللحظة اللي اعلنوا عن موته فيها كان لسه عايش عادي وده كان اتفاق بين الملك والدكتور وانه اتحرك لمكان وجود المستشفى وتنقل بالزمن لقدام بابها وفي لحظة دخوله للمستشفى كانت تشوي هي كمان هناك في نفس الوقت وبسبب عياطها ما قدرتش تشوفه هو بيودع كل الناس اللي بيحبها وبيمشي ولما تشوي بترجع بيتها بتلاقيه واقف عادي وبيعيط وبيقولها انه حاسس بانه يتيم لان ما فيش لي مكان يرجع له فبتقوله تشوي انها جنبه وانه يقدر يعتبرها كل عيلته فبيحضنها ابوه وبيفضل يعيط وبيفضلوا بعدها يتكلموا كتير ولما ابو بيسألها عن سبب اللي بيخلي الرجالة تلبس الجرافاتة بتقوله ان الموضوع كبير وانها تروح له تفاهمه بنفسها وبتخرج من بيتها تجري وبيكون بيت بو جنبها وبتقوله ان الجرافاتة بتكون سبب يقرب الست من جزها وهي بتربطها له قبل ما يروح لشغله وبيقض وقت بعدها كتير سوا وبتحاول تشوي تعرف كل حاجة عن زمانهم وبيقرب معاها كل انواع الاكل اللي ما يعرفهوش وفي مرة وهما في الجنينة بيروح يشتري لها حلويات ولكنه فجأة بيختفي فبتخاف تشوي قوي وكمان بو اللي بيلاقي التعويزة معاه وبتتصل تشوي وقتها بجو تسألها عن الورقة الصفرة اللي هي نخبياها ولكن بتقولها انها مش معجودة ولما بيتنقل بيروح بو يدور على نوري بس مش بيلقيها ولكن في قوضتها بيكون في دم كتير على الارض فبيمشي بو غر القصار وبيلاقي دبوس شعرها وبعد كده بيلقيها وبيعرف انها ماتت وموتها كان السبب في رجوعه مرة تانية للزمن ده فبيفضل يعيط علشانها وبنعرف ان سوجه هو اللي خلص عليها علشان ينتقم لمين وبيروح بو يدور على الشخص اللي مع السيف في بيت الجواري وبيخلص عليه وبيروح للكاهن وبيطلب منه يدفن جثة نوري وبيبقى مش عارف ازاي ممكن يسيب الزمن ده وبتبقى تشوي عيني لسه قاعدة مستنياه وهي بتعايد برضو وبيلاحظ بوه بعدها ان التعويزة تحولت لللون الاسود فبيجرح نفسه بالسيف علشان يتنقل بالزمن وبيتنقل فعلا فبيتصل بتشوي وبيستغرب انها لسه مستنياه ولما بتسأله عن سبب اختفاءه بيقولها ان كان فيه مشكلة بس في التعويزة وبيختفي مرة تانية وبيفهم كده انه مش هيقدر يشوف تشوي بعد كده فبيفضلوا يعياته هما الاتنين اما جوفة بتروح تدور على تشوي وبتلاقيها في بيت بو وهي بتعايد عليه فبتحضنها وبتعايد بسبب عيات صحبتها لانها بتتأثر بيها وبوجع علبها وبيفضل بو يلف حوالين حدود محافظات جوسون وبيحاول يوصل للراهب الكبير اللي كتب التعويزة ولكنه بيعرف انه مات من شهر فبيزيد اليأس في قلبه وبيزعل اكتر واكتر وبيفضل يعيط بالساعات وبيكرر بعدها يكتب رسالة لحبيبته وبيقول لها انه مش عارف هي تفضل فكرة ولا هتنساه ولكنه بيدعي ما تفضلش فكرة علشان ما يكونش سبب في واجع قلبها وكلام كتير مؤثر كده وبتكون تشوي طول الوقت ده بتروح للجنينة وبتستناه يمكن يرجع لها وبعدها بنشوف بو وهو بيحرق التعويزة وبعد شوية وقت بنشوف تشوي وتكون اتحسنت اكتر وبتحضر لشغلها الجديد وبتكون عبارة عن قصة حياة رجل الملك هيون وبتعرف ان اسمه بو وهنا بنعرف انها ما بقتش فكرة وبتعرف كل قصة حياة اللي هي اصلا عاشتها معاه وبتعرف كمان بالرسالة اللي كتبها لحبيبته وبنشوف بو هو بيفضل متنكر وبيختفي من مكان لمكان بسبب حراس الوزير التاني ولما بيبلغ الملك بيقوله انه مش عايزه يتكلم في الموضوع ده وما يدورش وراه لكن الوزير مش بيسكت وبيكتب في مذكراته كل اللي حصل وفي الوقت ده بيتقبض على بو وبتبدأ تشوي تسجل قصة حياته ومعاها موزيع علشان يساعدها وبيقرر الرسالة المكتوبة فبتتأثر تشوي جدا بكلامها وبتروح للقصر الملكي علشان تصور اعلان لبداية القصة ولكن لما بتمشي في المكان اللي بو مش فيه بتتأثر وبتعد تعايد وبتكون مش فاهمة هي ليه حاسة بالاحساس ده وبنشوف بو في نفس الوقت ده وفي الساجن وبيروح له حارس يرجع له كل حكته وبتكون هدومه والجرافاتة وكمان الموبايل وبيفضل يفتكر بقى في كل الزكرياته مع تشوي وبيقرر وقتها يخلص على نفسه بالجرافاتة ده وبتكون تشوي في الوقت ده في العربية بتاعتها وبتفضل تعايد عليه وبتحس بإحساس غريب في قلبها وبتبدأ وقتها تفتكر في الزكريات ليها مع بو ولكن مش بتكون فاكرة هو مين الشخص ده أصلا فبتشوف رقمه على الموبايل وبتستغرب قوي فبتتصل بي وبتخرج من العربية وبتعايد في الشارع وفي المطر كمان وبتروح بعدها للمخرج وبتطلب منه تتفرج على الفيلم اللي صوروه وتقرأ رسالة مرة تانية وبتفضل تعايد لأنها بتفتكر كل حاجة وقتها ولكن فجأة بتلاقيه واقف وراها وبيسألها ليه اتصلت بي وبعد كده مش بترد عليه وبنعرف إن في وقت ما كان بو بيخلص على نفسه اتصلت تشوي بي والأول مرة الموبايل يشتغل في زمن ويرن ففضل بوي حاول يقطع الجرفات علشان ما يموتش وبيقع على الأرض فعلا وبيمسك الموبايل ولما بيحاول يرد عليها بيتمقل بالزمن تاني فبيفرح قوي وبيقول لها وقتها إنه حاول يكلمها ولكنها بتكون ثابت الموبايل في العربية فبتقربت شوي وقتها منه وبتسأله عن حاله وبعد ما عد سنة فبيحكي لها إنه كان بيلف حوالين المحافظات وبس وبيقول لها كمان إنه حرق التعويزة وهي كانت السبب في رجوعه للعالم ده مرة تانية لما اتصلت بي والأول مرة بيعترف لها إنه بيحبها وبيفضلوا مع بعض لإن حبهم كان أقوى من الزمن المختلف بتاعهم وبس كده بيخلص المسلسل والحد هنا يكون الفيديو خلص ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وكمان اشتركوا في قناتي التانية على النجاري 2 ولو عندكم فيسبوك تبعوا صفحتي الوحيدة هناك وأكيد ما تنسوش إنستجرام وتيك توك كمان وبوي أشتركوا فيديو جديد